ضعيف ولا يرقى لمستوى جرائم الحوثيين انتقاد رسمي لطريقة تعاطي عواصم العالم مع الانتهاكات التي طالت سكان مديرية العبدية بمحافظة مارب حيث وصفت الخارجية اليمنية الموقف الدولي اتجاه ميليشيا الحوثي بالضعيف والذي لا يرقى لمستوى جرائم الحرب التي طالت المدنيين مخلفة قتلى وجرحى وعمليات تصفيات وتهجير ودعى وزير الخارجية احمد بن مبارك خلال اتصالا هاتفيا مع المبعوث الخاص هانس جروندبرغ الامم المتحدة لتحمل المسؤولية والتدخل العاجل لانقاذ المدنيين بالنسبة الحكومة المعترف بها دوليا فانه لا امل من سياسة مهادنة الميليشيا كونها لا تمتلك قرار الحرب ولا السلام حيث تدار من قبل ايران ولذا فانه من الضروري بحسب وزير الخارجية ايجاد وسائل ضغط حقيقية وفعالة لوقف عنف الحوثيين لاجل الدخول في عملية سلام جادة تنهي معاناة الشعب اليمني الانتقاد اليمني الرسمي للموقفين الاممي والدولي تزامن مع اختتام المبعوث الخاص لليمن هانس جروندبرغ زيارة غير معلنة الى العاصمة العمانية مسقطة التقى في إطارها مسؤولين عمانيين ودوليين وممثلين عن ميليشيا الحوثي وافق بيان للمبعوث على حساب مكتبه بتويتر فإن النقاشا صب على كيفية المضي قدمنه نحو التوصل الى حل سياسي شامل لم يكشف بيان المبعوث الاممي عن اي تفاصيل تفيد بوجود نتائج ايجابية لزيارته ما يؤكد ان مهمته لا تزال كما وصفها في احاطته الاولى لمجلس الامن بانها معقدة وستستغرق وقتا وهو الوقت الاممي الذي تؤكد وقائع الميدان ذهابه لصالح ميليشيا الحوثي التي تسيطر فيه على مناطق جديدة وتقتل وتهجر قسرا المزيد من المدنيين اشتركوا في القناة